السلام عليكم متابعين الأوفياء يؤسفنا أن نعلمكم بأننا تلقينا مخالفة من يوتيوب وذلك لسبب يخص شعار القناة ونحن بصدد حل المشكلة بإذن الله ونعتذر لرفع بعض الفيديوهات القديمة التي قد تم حذفها وشكرا لتفهمكم معظم الأشخاص يحبون اقتناء حيوان أليف أو أكثر فالجميع ينظر إلى تلك الحيوانات على أنها مخلصة ووفية ولا أحد ينظر إلى حيوانه الأليف كقاتل يأكل من لحمه لكن عليك التفكير مجددا فسواء كنت تملك قطة صغيرة أو خنزيرا ضخم هناك حالات كثيرة تحولت فيها تلك الحيوانات الأليفة إلى قتل عند شعورها بالجوع يقال دائما أن الكلب هو أوفى الحيوانات لكن علينا إعادة التفكير في ذلك الأمر عندما قامت شرطة ليفربول بدخول منزل أحد المواطنين الذي كان يعتقد أنه توفي وجدوا كلبه باستر من سلالة بولترير في حالة هياجه هل تعتقد أن سبب هياج الكلب هو انزعاجه لوفاة صاحبه؟ أم أنه منزعج لأنه قد تناول شيئا ما؟ وجد المحققون أن الكلب باستر كان يعيش على جثة صاحبه لعدة أيام ولكنهم لم يجدوا أي إثبات عما إذا كان الكلب هو من قتل صاحبه أم أنه مات لسبب آخر مما سبب حيرة للجميع عما يجب فعله مع ذلك الكلب الخائن مجموعة من القتل هل تعتقد أن قيام كلب واحد بأكل شخص هو أمر سيء؟ غاب أندري لامباغا عن منزله لحوالي 14 يوم وبعد عودته فاجأته كلابه السبعة بما لا يمكن توقعه كانت تلك الكلاب تتدور جوعا لأسبوعين كاملين لذلك بمجرد دخول صاحبهم من الباب تعاملوا معه كما نتعامل نحن مع البيتزا افترست الكلاب لامباغا بوحشية شديدة كوجبة دسمة وعندما أتى جيران لامباغا لرؤية ما يحدث وجدوا بقايا جسده منتشرة في أرجاء المنزل قطة متوحشة جميعنا نرى في القطة كائنات لعوبة تحب الجريا وراء كرات الصوف لكن هل تعلم أنها قد لا تتردد في القيام بأكلك إذا مت في منزلك؟ هذا ما حدث مع جانيفيل عندما لم يرى الجيران جاني لأسابيع قاموا بإبلاغ الشرطة وعلى الفور أتت السلطات إلى المنزل ليجد الرجل ميتا الفضيع في الأمر هو أنهم وجدوا أن قطته قد أكلت جزءا من جثته فبعد أن توفي جاني بدأت قطته في الشعور بالجوع ولم تجد سوى جثته لتعيش عليها حيوانات الهامستر معروفة بصغر حجمها وفروها الناعم وعيشها في أقفاص كما أنها معروفة بأنها تأكل بعضها البعض لكن لم يكن أحد يتصور أنها قد تتحول إلى آكل للحوم البشر تم العثور على جثة سيدة في منزلها ولم يكن يعيش معها سوى حيوان هامستر تقوم بتربيته أظهرت دراسة الطب الشرعي أنه بتشريح الجثة تم اكتشاف أمور مزعجة أولا احتوى جثة السيدة على علامات عضات والأسوأ أن المكان الذي يعيش فيه الهامستر كان يحتوي على أجزاء من الجلد والأنسجة العضلية والدهنية سحالي تأكل البشر كان رونالد هوف محبا لتربية حيوانات غريبة فبدلا من تربية كلب أو قطة كما يفعل معظم الناس قام رونالد بتربية سبعة من سحال الورل عندما لم يحدث أي اتصال بين رونالد بعائلته لعدة أيام شعروا بالقلق وقاموا بالاتصال بالشرطة عند وصول رجال الشرطة وجدوا دونالد أو ما تبقى منه ملقا على الأرض اتضح أنه عندما شعرت تلك السحال بالجوع ولم تجد من يطعمها قامت بأكل أجزاء من جثة رونالد الذي كانت قد توفي قبل ذلك فرس نهر جائع لعل الجميع يتفقون أن تربية فرس نهر كحيوان أليف ليست فكرة جيدة فهو حيوان ضخم للغاية وصوته عال كما أنه يفقد هدوءه بسرعة وأيضا ما هو الطعام الذي يمكن أن يقدم له لم يكن هذا رأي المزارع الجنوب أفريقي ماريوس إلس فقد قام بتربية فرس نهر كحيوان أليف في مزرعته بالرغم من التحذيرات الكثيرة التي وجهت إليه والتي كان من الأفضل له أن يسمع لها منذ عدة سنوات عثر على جثة ماريوس طافية على سطح النهر بعد أن تم عضها ومضغها بوسطة فرس النهر الذي على ما يبدو أنه أراد تجربة طعم لحم البشر الاشخاص الذين يقومون بتربية ثعابين غريبة كحيوانات أليفة يقولون أن وسائل الإعلام تقوم بنشر إشاعات سيئة عن الثعابين لكن على ما يبدو أن تلك الشائعات المزعومة صحيحة إلى حد كبير قام جرانت ويليامز بتربية ثعبان من فصيلة الأصلة البورمية يبلغ طوله 13 قدما وذات يوم وجد الجيران جرانت ميتا بينما ثعبانه الأليف ملتف حول جسده طبقا للخبراء شمى الثعبان رائحة الدجاج مما أدى لفتح شهيته وكان جرانت لسوء الحظ هو أقرب ما يمكن أكله أمام الثعبان لا يعد ما حدث تصرفا غريبا من الثعبان وإنما هو أمر غريزي النمس المجرم بعض الناس يحبون تربية النمس كحيوان أليف ولملا فهو حيوان صغير وجذاب ومسل كما أنه يمتلك أسنان صغيرة مدمبة ويبدو كذلك أنه يحب لحم الأطفال فقد استيقظت إحدى عائلات ولاية ميزوري على صوت صراخ طفلها الصغير ظن الوالدان أن الطفل قد يكون جائعا أو يريد تغيير حفاظته لكنهما صديما بعد أن وجدا أن النمس الذي كان يربيانه قام بأكل سبعة من أصابع يد طفلهما الصغير تم قتل النمس وتم إرسال الطفل إلى مستشفى مجاورة لتلقي العلاج خنازير تأكل مربيها في أحد الأيام ذهب تيري فانسجارنر لإطعام خنازيره كما هي العادة عندما لم يعد تيري إلى المنزل علمت أسرته أن هناك شيئا ما قد حدث وبعد البحث عن المزارع المسكين عثر على أشلائه متناثرة في حظيرة الخنازير ومن النادر حدوث هجمات من الخنازير الأليفة على البشر ولكنه يحدث في بعض الأحيان ويعتقد أنه من المحتمل أن تيري قد تعرض لنوبة قلبية أدت لوفاته قبل أن تأكله خنازيره مشهد مرعب عندما تهاجم الحيوانات الأليفة مربيها فمن الممكن أن تتحول حياته إلى كابوس هذا ما حدث مع الألماني مارك فوغل عندما استطاعت حيواناته الأليفة السامة التي يربيها الهرب من أقفاصها تعتقد السلطات أن السبب الرئيسي في موت مارك هو عن كبوت سام من فصيلة الأرمالة السوداء اسمه بيتينا وعند وصول السلطات وجدوا مشهدا مروعا في انتظارهم حيث كانت جثة مارك مغطاة بخيوط العنكبوت مع وجود الكثير من العناكم تدخل وتخرج من أنفه وفمه بالإضافة لذلك كان هناك كثير من النمل الأبيض يتغذى على الجثة مع وجود عدة زواحف تحوم حول المكان إذا أعجبك الفيديو لا تنسى دعمنا بلايك وبتعليق يحفزنا وللمزيد اشترك الأهن ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر